أقدم الحيوانات إذا علق بالثوب أو البدن فهل ينجسان؟ يقسم العلماء الحيوانات إلى قسمين قسم نجس وقسم طاهر في الحياة وقسم طاهر في الحياة وفي الموت أما القسم النجس في الحياة وفي الموت فإن دمه نجس ويجب غصب قليله وكثيره وذلك مثل الكلب لا وأما الطاهر في الحياة النجس بعد الموت فإن دمه نجس ولكن يعفى عن قريبه لما شقة التحرز منه وذلك مثل من كهمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم فإن هذه طاهرة في حياتها وإذا ماتك بعيد ذكاة شرعية فإنها تكون نجسا سيكون دمها نجسا ولكنه يعفى عن يسيله والقسم الثالث طاهر في الحياة وبعد الموت مثل حيوان البحر كالسمك وكذلك ما لا نستله سائل كالذباب وشبه فهذا دمه طاهر حتى لو فروا أنه كثير في دم السمك ونحوه وذلك لأن ميتته نجسة وأصل تحليم الميتة من أجل احتقام الدماء فيها فإذا كانت ميتة نعم ميتة نجسة وذلك لأن تحليم الميتة من أجل احتقام الدم فيها فإذا كانت هذه ميتةها طاهرة فل هذا على أن دمها طاهر وإلا لوجب أن تكون ميتتها نجسة من أجل احتقام الدم فهذا ما ذكره أهل العلم في تقسيم دماء الحيوان نعم